طبعاً الأول بالنسبة للمباراة مباراة فعلاً جاي ما حدك قلت هي مباراة توفيه وعدم توفيه أعتقد أننا مباراة طبعاً الأهل والزمالك فرقتين كبارة والاثنين عاموا المباراة كبيرة مباراة تشارف كورت اليد المصرية بس أعتقد أن الأهل مباراة كان متفوق دفاعياً وهجمياً كنا أفضل في فترات كتيرة من المباراة بس هي مباراة الأهل والزمالك هي بتخلص بجزئيات صغيرة يعني إحنا لعبنا مع بعض السنة دي خمس ماتشاط الماتشاط كلها هي هدف لنا هي هدف للزمالك هي بتخلص بكده كورة تيجي في العرض وما تخشش كورة تيجي هنا النحية التانية هي المباراة خلصة همبارح كده ناتز مالك يعني خطف المباراة باللغة بتاعتنا كده في نهايتها مبروك عليهم وهارض لك لينا وكان نفسنا طبعاً نكسب وكنا قريبين جداً من المكسب بس ربنا ما كانش رايد يعني بفجدة ربنا ما كانش رايد الكيش نفيش نصيب يعني نحن النهاردة مثلاً الفريق اللي هلعبوا الماتشة الجالي تحدي الليبي هو هيلعب بوك بعد بكرة هنصوره هنعمل عليه سكاوتينج وهكذا يعني هلعباً الفرق كلها بنبدأ نعمل عليها شغل من دلوقتي سواء الفرق اللي معنا في المجموعة أو الفرق اللي احنا عارفين ان احنا هلعبها في دور التمانية أو قدام شوائي في البطولة وما فيش مشكلة يعني إن شاء الله بإذن الله نقدر نعوض الماتشة السوبر وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة في البطولة دي بإذن الله ندي بطولة وفي ملعبنا وفي وسط الجماعية دي كلها إن شاء الله بإذن الله يعني الكاس مش هيوحك بالندي الأهل إن شاء الله